احتراق صهريج وقود في جدة وتضرر خمسة مرقبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء باشارة فرق الدفاع المدني مساء اليوم اخماد حريق اندلع في صهريج وقود في حي المحمدية في جدة نتج عنه تضرر خمسة مركبات وتم التعامل مع تصرب الوقود دون اصابات ووثق مقطع فيديو متداول لحظة انقلاب واحتراق شاحنة مزودة بصهريج وقود بحيا المحمدية في جدة وتفاعلت المدرية العامة للدفاع المدني وفرق الهلال الاحمر حيث وفدت الى الموقع على الفور لاتخاذ ما يلزم نسأل الله السلامة حفظكم الله وراءكم ربنا يحفظ السعودية وشعبها ويحفظ جميع البلاد العربية اللهم امين نسأل الله العظيم السلامة اعزاء المتابعين وكده من قنوة صلى لنهاية خبرنا اليوم دمتم بامان الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة